السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا على كل اللي بتسمعني معكم الأستاذ الصفاء من قناة يوتيوب اللي بسمعنا الأول مرة عجل الفيديو ما ينسى تشترك وفعلنا الجرس اليوم بإذن الله تعبير عن طراث الشعبية الجزائري موجود في القناة موضوع آخر أنا نزلت العام الماضي عن طراث الشعب الجزائري والطلب مني موضوع آخر بنمض تفسيري الفيديو الآخر كان بنمض تفسيري توجيهي وهذا بنمض تفسيري فقط رب تستفيدوا من الفيديو يعجبكم مقدمة وعرض وخاتمة مقدمة أطرق بيض مسافة كلمة الجزائر بالتساعية الجغرافي لها تساع آخر وهو الاتساع الثقافي المتنوع والموروث عن الأجيال المتعاقبة وما يزال الطراث يشكل تاريخا قائما بذاته فماذا تعرف عن الطراث الجزائري وما هي أهميته مقدمة لمحة بسيطة عن الموضوع والسؤال الإشكالية وإجابة السؤال الموجودة في العرض سوف نتحدث عن الطراث الجزائري وأهمية الطراث الجزائري سوف نصنف أنواع الطراث العرض أترك بيض مسافة كلمة الطراث الجزائري هو كل ما تركه وكل ما تركه الأجداد والأجيال السابقة من مخلفات مادية وفكرية ومعنوية تعريف الطراث الجزائري هو كل ما تركه الأجداد والأجيال السابقة من مخلفات مادية وفكرية ومعنوية تعريف الطراث الجزائري أنواع تراث تصنيف الطراث الجزائري ينصنف الطراث إلى طراث طبيعي ويتمثل في المناظر الطبيعية الخلابة والمواقع الأثرية ذات القيمة العالية وأيضا طراث الثقافي كالعمران والنحوط والنقش أو النقوش على الصخور والمغارات والكهوف والتماثيل والطب التقليدي ولا ننسى الأكلات الشعبية والأمثال ونمط الحياة كطرق الاحتفال والرقص وغيرها تصنيف الطراث أهمية الطراث الثقافي وتكمن أهمية الطراث الثقافي في أنه أهمية الطراث في أنه يدعم وينشط السياحة الوضنية والإثثمار كذلك يعتبر طراثا ثقافيا للأمة وخزان المعارف والمعلومات والمهارات خزان المعارف والمعلومات والمهارات لتسهيل حياة الأجيال وكما يعتبر رمز الهوية الخاصة بالمجتمع ويساهم في تعزيز الروابط بين الماضي والحاضر ويساهم في تعزيز الروابط بين الماضي والحاضر الخاتمة أترك بيات مسافة الكلمة ومن هنا نستنتج استنتاج خلاص الموضوع أن الطراث الجزائري كنز من كنوز الأجداد ومفخرة للشعب الجزائري أو مفخرة للجزائر ومحافظة عليه مهمتنا جميعا عن خاتمة سطرين أضع نقطة التعبير يبدأ ببيض ينتهي بنقطة مقدمة أترك ببيض العرض أترك ببيض يعني فارغة الخاتمة أترك ببيض مقدمة لمحة بسيطة لمحة بسيطة عن موضوع إشكالي وإجابة الإشكالية أو السؤال في العرض يجب أن يكون السؤال الذي نضعه المقدمة يكون إجابة موجودة في العرض والعرض نكتب كمان شاء في العرض تكلمنا عن تعريف الطراث الجزائري التصنيف الطراث أهمية الطراث أو فوائد أو دور الطراث الجزائري وهنا لنقص إنتاج في الخاتمة نمط المستخدم النمط التفسيري هنجد هنا وفرض التعريفات وهو وكمان ضمائر هو كل ما تركوه الأشياء التعريف أفعال مضارعة يشكل الثؤال هنا إشكالية تابعة الطراث التفسيري ما تستعرف عن أطراث الجزائري وما هي أهميته يصنف فعل مضارع يتمثل أنه يدعم أفعال مضارعة يعتبر وكذلك كما يعتبر يساهم في أفعال مضارعة ومن هنا نستنتج أنه أفعال المعينة والإستنتاج تبع التفسير نجد الجملة الخبرية أيضا وغيرها من مؤشرات التفسير إذا لم يعجبكم الفيديو وممكنكم تطلع على الفيديو الآخر موجود في القناة أنا منزلها العام الماضي اطلوا عليه وشوفوه وممكن تأخذوا أفكار من الموضوع الأول وتأخذوا أفكار من الموضوع الثاني وتكتبوا بطريقتكم أشكركم شكرا جزيلا لحضراتكم لا عجبكم الفيديو لا تنسوا أن تشتركوا في القناة وكمان تعملونا اللايك اللايكاتكم واشتراكاتكم بتدعمنا وترفع الفيديو كومنت القناة كومنتات برضو بترفع الفيديو بتخلي الفيديو كل الناس تشوفوا وتشاهدوا يظهر في مقدمة البحث دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته